ما انطويت صفحة التجاذبات على تشكيل الحكومة اللبنانية التي أصبحت في خبر كان حتى أطلت الخلافات برأسها من جديد عبر نافذة القمة الاقتصادية العربية اجتماع طارئ للمجلس الإسلامي الشعي الأعلى المحسوب على حركة أمل عقد احتجاجا على دعوة ليبيا خاصة وأن رئيسها الراحل معمر القذافي متهم باختطاف مؤسس المجلس السيد موسى الصدر امتنعت السلطة الليبية عن إقرار رخصة تفتيش عن أماكن الاحتجاز والتحقيق مع أركان النظام البائد وبحضور المنصق القضاء اللبناني وقد تجاوزت هذه السلطات كل الأصول في التعاطي مع هذه القضية ويرى مراكبون أن الخلافة على عقد القمة يعكس خلافا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب فوزير العدل المحسوب على الطيار الوطني الحر طلب التفتيش القضائي بالاطلاع على قضية هنبع للقذافي المسجون في لبنان وغيت إطلاق صراحه تحت ضغوطات سورية وروسية وهو ما أثار حفيظة حركة أمل هذه القمة مش من هلا أن طرحت طرحت منذ أشهر عديد يعني الكل اللي بيعرف فيها بس مش قبل أسبوع بتقوم لأيامي على هالموضوع هيدا من عقادة من بعد ما توجهت الدعوات وكل شي ماشي على خال ما يرام لو كان في حقيقة أي ممانعات معينة كان مفروض أنه بالواقع الرئيس الجمهوري ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وحتى يعني خلي نقول بعض المرجعات السياسية كانت تبدي برأي حول هذا الموضوع مش حتى بالواقع يكون هناك أرار واحد وموحد ويرى المؤيدون أن عقد القمة يشكل فرصة لوضع بيروت من جديد على خريطة الإجماع العربي السياسي إضافة إلى إمكانية إنشاء صناديقة تنموية اقتصادية تساهم في الحد من أزمة لبنان حذر المجلس الشعي في بيانه أيضا من ردات فعل الشارع في حال حضرت ليبيا إلى القمة الاقتصادية خاصة وأن سلطاتها لم تتعاون مع لبنان الرسمي لكشف مصير السيد موسى الصدر من أمام المجلس الشعي غنوية تيم العربية